السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أبنائي وبنات الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم للصف الثالث الابتدائي لمدارس التحفيظ نكمل سويا بإذن الله خلال هذه الحصة سورة الإحقاف من الآية 20 حتى الآية 25 مع مراجعة الآيات السابقة إذن قلنا سورة الإحقاف نقرأها بإذن الله من الآية 20 إلى الآية 25 في بداية الحصة نتذكر سويا آداب تلاوة القرآن الكريم بالتأكيد تذكرون أول أدب قلنا ما هو أحسنتم إذن أول أدب من آداب تلاوة القرآن الكريم قلنا هو الوضو نتوضى قبل أن نمسك المصحف الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم الاستياك استخدام المسواك أو فرشات الأسنان إذن الاستياك وسنة من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم قلنا الاستعادة هو البسملة إذا قرأنا أي صورة من بدايتها ماذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم وإذا قرأنا أي آية أخرى من غير البداية نكتفي بالاستعادة الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم إذن قلنا الترتيل كما تعودنا في كل حصة نقرأ القرآن بترتيل وبصوت جميل ما الأدب الذي يليه أحسنتم قلنا الخشوع وبعده وأخيرا قلنا التدبر والتفكر حتى نتمكن من الخشوع أثناء تلاوة القرآن الكريم نحاول أن نقرأ دائما في مكان هادئ ومعدن للقراءة بذلك نتمكن من الخشوع وأيضا نتمكن من التدبر والتفكر في الآيات التي نقرأها إذن آداب تلاوة القرآن الكريم دائما نلتزم بها عندما نقرأ القرآن سواء أثناء الحصة أو في أي وقت أو مكان آخر الآن نتذكى سويا تنبيهات عامة قلنا مهمة في حصة القرآن تساعدنا على التركيز وعلى الاستفادة من تواجدنا سويا في الحصة أول أمر مهم قلنا ما هو أحسنتم احتساب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى نحن مأجورون بتلاوتنا للقرآن الكريم وكل حرف نقرأه لنا به حسنة من عند الله سبحانه وتعالى إذن أجر عظيم من الله عندما نقرأ القرآن الكريم سواء أثناء الحصة أو في أي وقت ومكان آخر ما الأمر المهم الذي يليه أحسنتم قلنا المتابعة في المصحف مهمة جدا حتى نتمكن من التركيز أثناء الحصة ونستفيد من تواجدنا سويا مهم جدا أن يكون المصحف موجود معنا نفتح على الآيات المطلوبة ونتابع أثناء الاستماع أو أثناء القراءة الأمر الذي يليه ما هو أحسنتم قلنا النطق الصحيح نقطة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها وهي أن ننطق الآيات ونقرأها قراءة صحيحة لذلك دائما أقول لكم فقرة الاستماع مهمة جدا نستمع بشكل جيد حتى بالتالي نقرأ بإذن الله قراءة صحيحة خالية من الأخطاء ما النقطة التي تليها أحسنتم قلنا القراءة بتمهل وعرفنا أنها من الأمور المهمة جدا دائما نقرأ القرآن الكريم بتمهل إذا ما نستعجل أثناء التلاوة القراءة بتمهل تساعدنا على الأمور الأخرى تساعدنا أن نقرأ القرآن بشكل صحيح خالي من الأخطاء وأيضا نتمكن من الخشوع نتمكن من الترتيل وغيرها من الأمور المهمة ما النقطة التي تليها أحسنتم قلنا المحافظة على المصحف أيضا أمر مهم جدا دائما نضع المصحف في مكان نظيف بعد انتهائنا من التلاوة سواء أثناء الحصة أو في أي وقت آخر نحافظ دائما على المصحف من التلف ومن التمزق آخر نقطة مهمة ما هي؟ أحسنتم المراجعة المستمرة دائما نراجع الآيات السابقة سواء نراجعها سويا في الحصة أو أنتم تراجعون الآيات السابقة بشكل مستمر عرفنا بعد ذلك برنامج مفيد جدا يساعدنا على المراجعة ويساعدنا كذلك على تلاوة الآيات بشكل صحيح وهو برنامج مصحف مدرسة التعليمي فيها العديد من القراء والعديد من المميزات الجميلة والمفيدة أتمنى الجميع يستفيد من هذا البرنامج إذن قلنا سورة الأحقاف سنستمع للآيات السابقة من الآية الخامسة عشر بإذن الله ثم نقرأ بعد ذلك الآيات المطلوبة منا في هذه الحصة جاهزين؟ إذن نبدأ على بركة الله نستمع سويا من الآية الخامسة عشر وحتى الآية الخامسة والعشرون من سورة الأحقاف ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون فاليوم تجزون بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله أن لا تعبدوا إلا الله فإن أخاف عليكم إلا الله وأخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ممتازين يعطيكم العافية راجعنا الآيات السابقة استمعنا أيضا للآيات المنطوبة منها في هذه الحصة سنستمع لها مرة أخرى سنستمع من الآية العشرين حتى الآية الخامسة والعشرين نركز في الاستماع حتى نقرأ بعد قليل بإذن الله جاهزين؟ إذن نستمع سويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجَزَوْنَ فَالْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَوْ عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ممتازين يعطيكم العافية قبل أن نقرأ نريد أن ننتبه لبعض الكلمات التي يجب أن نقرأها وننطقها بشكل صحيح نلاحظ على سبيل المثال في الآية رقم 20 قل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ننتبه هنا لكلمة الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون لاحظ الكسرة تحت حرف النون لذلك يجب أن نقرأها وننطقها بشكل صحيح نلاحظ أيضا في الآية الثانية والعشرون يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا إذن هنا كلمة لتأفكنا لتأفكنا نلاحظ السكون فوق حرف الألف قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا هنا أيضا فأتنا أيضا سكون فوق حرف الألف فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إذن مهم جدا أن نقرأ هذه الكلمات بشكل صحيح نستمع بشكل جيد أبنائي وبنات الطلاب دائما نقول الاستماع مهم جدا نقرأ في مكان هادئ حتى نستمع بشكل جيد ونتمكن بإذن الله من القراءة بشكل صحيح جاهزين إذن نقرأ سويا ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون ترجمة نانسي قنقر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ممتازين الآن سنستمع مرة أخرى للعايات المطلوبة إذن سنستمع من الآية العشرين حتى الآية الخامسة والعشرين لصورة الأحقاف إذن نستمع ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وإذا واستمتعتم بها فاليوم تجزون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخو عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ممتازين يعطيكم العافية بكذا نكون وصلنا سويا لنهاية الدرس قرأنا خلال هذه الحصة سورة الأحقاف من الآية العشرين حتى الآية الخامسة والعشرين كما رجعنا الآيات السابقة الله يعطيكم العافية شكرا لكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم وبإذن الله أراكم على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر